رح تفني يا تولر رح تفني يا تولر رح تفني يا تولر عفش بيته كله عمله لونه أبيض وعليه لوجو الزمالك لبسه بيفصله مخصوص أبيض بخطين حمر بيقلف أغاني للزمالك بيحفل على الأهل دايما بعد كل خسارة شنبه حركاته أهم حاجة بتميزه أما عن اللي بيعملوا مع العمال اللي شغالين عنده لما يعرف إنهم أهلوية ده بقى مفاجأة مين أبو جريشة عاش الزمالك؟ إزاي بيستفز ويغيز الأهلوية بل اللي بيعملوا فيديوهاته على تيك توك؟ وليه بيحب الزمالك؟ هتدخل أي قوضة من قوض البيت عنده هتحس إنك دخلت غرف التغيير ملابس لللاعبين النادي الزمالك ولو لاعب في نادي الزمالك مش هتلاقيه عامل كل الديكور الزمالكوي ده في بيته إنما أبو جريشة المشجع الزمالكوي عاشق الزمالك غير مفيش أي حاجة تخصه أو تخص حد من عالته إلا وعليها اللوجو الزمالك بداية من عفش البيت والدلاب والسرير ولبسه كمان اللي أثار الجدل بيه أبو جريشة مش زي أي مشجع لأن المشجعين العاديين هيكون عندهم تيشيرتات للنادي اللي بيشجعوه أو بالكتير يعني حاطت عالم الزمالك في قوته لكن أبو جريشة مش بيلبس إلا هدوم عليها لوجو الزمالك والخطين الحمر لدرجة إنه يوم مفصل بدلة كان لونها أبيض وعليها خطين حمر برضو ولوجو الفريق الأبيض وكانت الدنيا مش سيعاء إنه عمل البدلة اللي نفسه فيها وبيحلم بيها وبيلبسها في المباريات اللي بيتفرج عليها في المدرجات البيت عنده قلبه لمدرجات ومباريات عنده ما بتتقطعش والتلفزيون مش شغال إلا على مباريات الزمالك وأخبار الزمالك عارف كل صغيرة وكبيرة عن كل اللاعبين ما حدش بيحب يتفرج معاه على أي مباريات الزمالك لأن عينك ما تشوف إلا النور لو الزمالك فاز أو خسر بيقلب الدنيا واللي قدامه من فرحته أو زعله بيشوته لدرجة إنه كسر التلفزيون وخلح حتت بعد مبارات الأهلي والزمالك في الدوري السنة اللي فاتت بس اللي يشوفه بقى السنة اللي فاتت ما يشوفوش دلوقتي بعد المباراة الأخيرة للزمالك في الدوري الساعة اللي فاتت لما الفريق الأبيض فاز 2-1 ظهر أبو جريشا هو لابس تي شيرت الزمالك والشورت والتربوش على راسه والنظارة البيضة وبيت نطط ويرقص ويقول روحت فين يا كهربا؟ روحت فين يا كولر؟ ما تزعلش نفسك يا كهربا قوي الزمالك يعمل حج الزمالك برضو يعني يفوز على الأهلي 2-1 عادي أنا كده أخدت العادية وفرحت يا أهلوية أبو جريشا يحفل على الأهلوية لكن ما يقبلش حد يحفل عليه لو الزمالك خسران لدرجة إن فيه مرة كان بيشتري قصب والبيع بيقوله وليك نفس تاكل قصب والزمالك متعادل مرة مع أمبي ومرة مع المصري مقدرش بقى يمسك أعصابه وحدى في العدن القصب في وشه وزقوا وقعوا وقالوا تصدق أنا غلطان ودي عم القصب بتاعكه كمان طلع مراته عمرة مخصوص علشان تدعي للزمالك أنه يفوز وياخد أفريقيا وشنطة صفرقة حطلها ورقة كبيرة مكتوب عليها الأدعية ولجو الزمالك وبعدها تهزم الزمالك من غزل المحلة وقال أبو جريشا حزن شديد في بيت الزمالكاوي والعزاء واجب جنب الجامعة الكبير بتحورية ويجمع كل أهل بيته وقعدوا يصوتوا ويوالويل وراء ولما رجعت من العمرة طردها وقال لها من ساعة ما جتي من العمرة والزمالك بيتغلب ولما الزمالك اتهزم من الجونة 3-2 منع الأكل والشرب ولا تصحر ولا فطر وبنته وهي بتصحيب تقوله ليه مش هتاكل الأهلي تغلب أربعة قال لها الأهلي ما بيتهزمش إلا كل سنة مرة ولسه واخذ الكاس أبو جريشا بيحب المستشار مرتضى ومنصور جدا مبروز له صورة وحطتها عنده في البيت وأثناء أزماته الأخيرة وحبسه كان زعلان جدا عليه ودعم له رأيكم إيه بقى في المحتوى اللي بيقدمه أبو جريشا هل أي حد بيشجع ندي وبيحبه ممكن يعمل كده؟ شاركونا في التعليقات